حسنا سلامة ان شاء الله تكونوا بكلكم الف ساحة و بخير اليوم اكلا عادة ارجعت لكم فيديو جديد و وصفة جديدة اليوم نحضر مع بعضنا برود و تونسي بالتجيش كما تعرفوا الدنيا بردت لنا حبيت نحضر معكم الوصفة و تريكت نمشي مع بعضنا للمقادير لنا كما تشوفوا حضرت الخضراء الكل على جنب لنا بتبيع مازلت لنا ضفتها لقشرتها لحد شيء كما تشوفوا لنا بشناخو كعبتين تماثم سفرنيريا تخديد بريسك خمسة كعبت لتحكم فيها معناه الخضراء اللي تحبوا عليها و الى الخضراء المتوفرة عندكم تحطوها لنا عندي قراع بعض المتوفرة عندي نستحقوا زيت زيتونة لنا عندي بعد نوس بنائخ و وكلافس بتبيعتهم بعد شوفوني بالضبط قديش حتيت ولنا بشنا عمل زيدا العدس بش نحط فيه شوي عدس كما تشوفوا زيدا سنتين ثوم الثوم راو مش بش نفرنه لحاجة جست بشن نضيف ملح و كركم و فلفل احمر لنضيف ملح و فلفل احمر كما تشوفو بش نبدأ مع بعضنا في طريقة التحثير و لنا اول حاجة بديت بها كما تشوفو خديد الكمية متاع الجيج لنا بش نقصها هكا على الشكلة دائم معناها كما تشوفو فيها ليه مكبار برشة و ليه مصغر برشة معناها الحجم متاحهم متوسط و لنا على فكرة بالنسبة للبرودورة و حبيت نعملو بستر متاع الجيج لقيقة ما حبيتش نستعمل الجيج اللي يبدأ بالعظم كسواف خذ و الا جناحات و الا زادة الاخفص خطر نخاف لك العظم ماذاك متاع الجيج من بعد يجيني في البرودورة و بصراحة معناها ما نحملوش في الماكلة ذاك عليش معناها حبثت اني نعمل اه صدر متاع الجيج كما تشوفو بش نقصه كما هكا و بش نحطو ايتيب معناها مع البرودو الكل على فكرة انتو ما كنت تحبو تعملو معناها البرودو متاعكم بالحمل على اللوش و الا بالقسبة متاع البقري رس تتبدلو الجيج معناها بالحاجة المتوفرة عندكم و الحاجة اللي تحبو عليها اما سينارة في طريقة التحثير ما يختلفوش برشة كما تشوفو لنا بعد ما اتمرت قصيت الخضرة متاعي و نظفتها لانا اعملت البتاتا جزت كان على المعدنوس والسرناخ والكلافس ما زلت معملتهم اما سينارة الخضرة هذي لكل حضرتها كما تشوفو نظفتها و قصيتها و لانا مش نحط الجيج بتبيع بعض ما قصيته و نظفته لانا اعملت تخسلته بالماء و لانا البرودو مش نعنو معناها في الكوكوت مش نعنو في الكوكوت مش نعنو في الكوكوت مش يتيب لي فيسع و ما يبداش معناها يخولي بارشة وقت لانا كما تشوفو باش نبدا في تقطيع الخضرة لانا الخضرة باش نقصها بطريقة معناها عشوائية لانا جوزت لقراها كاقسيت وخشين شوية على خاطر اللقراء ما فيش يروح و صرتو لنا بش نطيبو معناها في الكوكوت نخافة كلي معناها في سع مياه بذيك عليش قصيتو هكا خشين شوية مش كما بقيت الخضرة لاخرى على فكرا انتو ما كان عندكم اللفت و الا كان متوفر عندكم اللفت لابيد و الا اللفت الريوس روي يبن نبارشة لبرودو وبصراحة لبرودو روي متكمل الطعم متاع و الا ما تكمل البنة متاع و كان بللفت لانا لحقيقة ما كانش متوفر عندي و حتى مشيت معناه يلوشت باش نشوف باش ناخوه و الا باش نشريه لحقيقة ملقيتش كمس في النار و الى كمس البطاطا يسيب رو طعمه غير عادية لنا كما تشوفو هذه الخضرامتال اللي قصيتها لنا قصيت البطاطا القراع الطماطم لنا على فكرة رو ما قصيتهش بنفس الحجم كما قولو كل كعبة الطماطم نقسمها على ثنين و من بعد نقسمها على ثلاثة و الا على زوس او كأني والكبر معناه متاع كعبة الطماطم كان كعبة الطماطم كبيرة اشتر نقسمه على ثلاثة و كان كعبة الطماطم معناه يصغيرونا و كان نقسمها جسد على ثنين ولنا كما تشوفو حتيت كمية العدس لنا بش نضيف الكلافز كيف كيف المعدنوس والسبناخ كان متوفر عندكم زيد السلق تنجمو تستعملو في عوض السبناخ و الا مع السبناخ ما فيما حتى مشكل كما تشوفو هذه الكمية متاع السبناخ اللي حتيتها لنا ما حتيتش برشا كما قولو الربطة كما قولو شو استخدت منها شوية اكاهاو كيف كيف المعدنوس و زيدها الكلافز و لنا بالنسبة الكلافز لنا بش ناخو عرف و الا بش ناخو كما قولو احنا ورقة متاع كلافز كاملة بش نحطها بش تسايب اللي لبنة في البرودو كما تشوفو لنا حتيت كمية الماء كيف كيف بش نفوح بشوية ملح و كوركم و في الفلاكحل و بش نسكر عليه الكوكوت و كما تشوفو هذا البرودو متانا بعد ما حليت عليه الكوكوت لنا بالضبط خليتو 25 دقيقة عمرت دجا البرتابل و لنا كما تشوفو في المرحلة هذي بش نضيف له كما قولو احنا حس بتقريب اربع مغارف زيد حاجة كما هاكا ردو بنا البرودو راو ما يجيش فيه كمية كبيرة معنا متاع زيد جز كما قولو لطعمة اكاهاو و لنا الورقة الكلافس كما تشوفو بش ناحيها دجا اه عطات معنا يا قوت هالكل في البرودو في المرحلة هذي البرودو متانا حاضر لنا جوز نضوقوه كن نقص ملح و ليه لنا بش نوريكم كيفاش الجيش معنا يا جاي طايب و لنا جوز تجيش لسقلي في بعض و خطر حتيتو من اللوتا كما تشوفو ذالي البرودو متانا لنا حاضر لنا جوز بش نخلي هكا يشرب شوية كلمة نحبو معنا ما هو شكل جيري على الاخر ما نحبوش زيد عاقد برشا حسينو تشوفو القوام تاوم بعض في اخر الفيديو و في طبق التقديم و لنا بالنسبة للبرودو راو اذويق فما شكن يحبو معناه فيما شكن يحبو جيري فيما شكن يحبو معناه بعد ما يعمل البرودو بعد ما الخضراء كي ما قلوه تيب بالباهي ياخو هكا بالرحاء و يرحيه الكل فما زيدا شكون هكا في الاخر كي ما قلوه بعدنا يتيب و يبدأ هكا واقف على زيدو جست كي ما قلوه يزيدوه رشا متاع شربة شربة لسان عصور و لك شربة جويدة على الاخر كي ما قلوه احنا يضيفو مغرفتين كبار متاع ماكلة و كهو الحاجة هي ذي راو تقعد لكم حسب الرغبة لنا بش نخليه كي ما هكا و لنا كي ما تشوفوني و إلا كي ما ريتوني من بكري دفت له مغرفة صغيرة آآ منتاع قهوة فلفل عمار كي ما تشوفو لنا ذاي القاوة متاع البرودو اللي نحب عليه لنا جوز بش نطلعو و إلا بش نقدمه لكم في طبق تقديم و تشوفوه آآ في الشكل النهائي لنا كي ما تشوفو الخضر الكل طيبة كيف كيف تجيش و بلخص التماتم آآ تابت معناه هكا كي ما نقولو احنا هابطة زبدة ما قعدتش معناه على الحجم آآ الكبيرة ذاكا دايلو برودو متانا لنا بش نحطو فيه تباق تقديم و تتشوفوهم بعض في شكل نهائي آآ كيف كان جاي حاجة بنينة عالاخر بالحق وصفة هذي آآ تصلح برشة للشتي وللبرد حسيلو وصفة مغذية و بالأخص إنها بنينة نعرف مثلا برشة ما يحبوشي أما بصراحة رو بكلو منفعة و بكلو آآ قوة إن شاء الله تكونوا عجبتكم الوصفة و ندري داكم كل عادة ما تنسيش بش تجوني بالي لايك و بالي كومنتيغم داكم لحلوين و كانكم زيدا اول مرة تزوروا القناة و عجبكم محتوى متاحة ما تنسيش بش تعملوا اابوني و بش تفعلوا الجرس بش في كل مرة انها بطحاجة جديدة توصل لكم كان عندكم اي اسئلة و الا اي اقتراحات نجمو تحطو لي في اللي كومنتيغ راني نقراهم الكل و نجاوب عليهم و نحاول زيدا بش نلبي لكم معناها الحاجات اللي قلتولي عليها في كيف زيدا كنت تحبوا تتواصلوا معي على الخاص تم خليلكم رابط الانستجرام رابط زيدا جروب الفيسبوك في الصندوق و الوصف نجمو تتواصلوا بهم معايا و تم خليكم بش نقول لكم بسلامة في امان الله و ان شاء الله ملتقانا في وصفات اخرين